نحن حابين نعرف أكتر اليوم شو اللي صار وليش أنتو عندكم هذا الاعتراض وكل الرأي العام قام ضد هذه ضد إغلاق هذه المكتبة بداية خلينا نعرف من هو المؤرخ الأردني سليمان الموسى صباح الخير الوالد سليمان الموسى أول من وثق تاريخ الأردن أول كتاب كتبه كان عن الحسين بالعلي وهذا الكتاب كتبه والوالد عمره 18 سنة ولكن أخذت العملية 17 سنة أو 18 سنة حتى تم نشره الكتاب المهم الثاني اللي هو تاريخ الأردن في القرن العشرين وثق الوالد الأحداث التي مر بها تاريخ الأردن من الغزوات من كل شيء يتعلق بتاريخ الأردن وهكذا ومشى الوالد وألف تقريبا ترجمة حوالي خمسون كتابا على مدار بلش من 1957 لقبل وفاته بخمس ست سنوات انتقل إلى رحمته الوالد تعادى سنة 1908 الوالد من موليد قرية الرفيد إربد قضاء بني كلانة ويعني الوالد شق طريقه نفسه بنفسه لم يكن والده توفي وعمره ست سنوات فربته والدته وتمكن من شق طريقه وحصل على بعض الدرجات العلمية في مرور الأيام فهو يعني يعتبر أو احنا في نظرنا أنه هو أول من وثق تاريخ الأردن والسبب في توثيق تاريخ الأردن في إحدى المقابلات مع الوالد أنه كانوا يأتون الأجانب الوالد اشتغل في دائرة المطبوعات والنشر فكانوا يأتون الأجانب يسألون عن الأحداث فكل واحد يفتي من جهة فهكذا هذه القصة فكتب تاريخ الأردن في القرن العشرين الجزء الأول سنة 1959 والجزء الثاني بعد أن تقاعد من العمل في وزارة الثقافة سنة 1995 خلينا نستعرض مع بعض مجموعة من كتب المؤرخ الأردني سليمان الموسى هو له أكتر من خمسين مؤلف فنحنا لدينا خمسة منهم خلينا نبدأ بأول كتاب هذا الكتاب اللي هو أيام لا تنسى عن إيش بحكي؟ هذا الكتاب أيام لا تنسى وثق فيه الوالد أيام لا تنسى معارك 1948 وثق المعارك أو مجرى الأحداث في حرب 48 وتواصل أو اتصل مع كل من كان حياً في هذا الكتاب صدر 1982 إذا ذاكرت ما بدخوني اتصل مع قابل المقاتلين الذين دافعوا عن أسوار القدس واستشهد عدد كبير منهم وثق أسماءهم بالاسم وثق بطولات الجيش الأردني في القدس وكيف حافظ الجيش الأردني على الجزء الشرقي من القدس سنة 1948 وكتاب الوجه الآخر الوجه الآخر هذا كتاب تصدى فيه الوالد والعنوان الوجه الآخر كتاب في كل واد يهيمون فكان فيه كتاب وكتب الوالد يعني عن قصد أو عن غير قصد كانوا يهاجموا الأردن فالوالد تصدى للدفاع عن الأردن يعني بالوثائق عن الأقاويلهم الغير صحيحة يعني أي واحد بده يعرف التاريخ الصحيح يعني من جملتهم مثلا محمد حسنين هيكل وغيره وغيره هذا الكتاب وثق أجوبة الوالد دفاعا عن الأردن نعم هذا الكتاب اسمه لورنس والعرب قصة هذا الكتاب أنه لورنس كان ضابط إنجليزي إجا على منطقتنا أثناء الثورة العربية الكبرى وكان ضابط مثل ضباط الآخرين ولكن عنده هو يعني أخذ شهرة وعمل كتابا اسمه أعمدة الحكم السبعة هذا مشهور هذا كتاب كثير مشهور فالوالد قرأ الكتاب بالإنجليزي انقهر مثل ما هو كان يحكينا ودع الفضل لإله لورنس ودع الفضل لإله لأنه لورنس كان ضابط عادي بينما إحنا يعني أهل الأردن وأهل سوريا الطبيعية هم من الذين قاموا بالثورة العربية بالثورة العربية في يعني الشريف حسين الأول وأولاده يعني جندوا مئة ألف مقاتل من منطقتنا منهم عود أبو تايه الرجل معروف فالمهم الوالد انقهر من يعني فكتب الكتاب بالعربي وهذا الكتاب بالستة وستين هذا الحكي وتواصل مع الناس الشاركوا في الثورة العربية بعدين هذا الكتاب أخذ شهرة عالمية ليش؟ لأنه الترجم للإنجليزي ونشر في أمريكا بعدة طبعات وفي بريطانيا وبعد ذلك ترجم إلى اللغة الفرنسية وبعد ذلك إلى اللغة اليابانية حتى اليابانيين يعني عملوا منه هذا كتاب صغير يوضع في الجيب هذا ياباني بالياباني فيعني نشره في اليابان بجوز أكثر من أربع طبعات يعني نحن عم نحكي على مجموعة كبيرة من الكتب وأنه كرس حياته المؤلخ الأردني سليمان الموسى وجاب الأردن شمالا جنوبا شرقا غربا في البحث والتوثيق وأيضا هناك مراسلات الحسين مكمهون فهناك آلاف الكتب والوثائق في هذه المكتبة واللي هي أغلقت نعم طب شو يعني أغلقت وشو صار فيهم؟ إحنا المكتبة يعني الأمانة عمان عملة المكتبة سنة 2009 بعد وفاة الوالد تكريما له وكانت المكتبة ممتازة جدا وجرى فيها نشاطات عديدة زارها طلاب المدارس طلاب الجامعات عدد من الأجانب الباحثين الذين يبحثون وكانت جمعت والأمانة يعني نعطيهم حقهم بذلوا جهود رهيبة جمعوا كل كتب والوثائق التي تتعلق بتاريخ الأردن وسموها مكتبة سليمان الموسى المتخصصة بتاريخ الأردن فكان أي واحد بده يعرف أي معلومة عن تاريخ الأردن يروح أهل مكتبة فجأة يعني إحنا سمعنا أنها بدها تنتقل المكتبة أو بدهم يحطوها محل ثاني فتواصلنا مع الأمانة وطرقنا كل الأبواب رحنا على كل مسؤول ممكن نصله وحاولنا جهدنا لأنه قالونا أنها بدها تنتقل على منطقة اسمها في حدائق الحسين حدائق الحسين غير مؤهلة ولا تصلح أن يكون فيها مكتبة أنا زرت المكان يعني هو عبارة عن مخازن واجهات محلات تصلح لا تصلح لمكتبة ولا تليق باسم تاريخ الأردن ولا باسم الوالد المرحوم سليمان الموسى المكتبة كانت قائمة بالاسم مركز الحسين الثقافي هو مركز ثقافي كانت الناس تيجي وهو إنه ميزة إنه قريب على متحف الأردن الأجانب لما بيجوا على الأردن وأنا عندي أصدقاء كثيرين لما بيجوا يعني بيزوروا متحف الأردن فيعني كان المطلوب إنه يعني بدل ما تنقل المكتبة وتغلق وتحول إلى قاعة يعني المركز الحسين الثقافي أصبح كله قاعات أنا ما لا أعتقد إنه فيه إشي ثقافي صار طب لما حضرتك رحت شفت المحل اللي بدهم يفتحوا الجديد هل لقيت إنه هناك مثلا فيه أمين للمكتبة هل فيه فهرسة فيه تبويب كما هو سابقا يعني هنا عم بطلع أنا على هذا المنشور أو من أمانة عمان اللي فيه عن المكتبة مكتبة سليمان الموسى المتخصصة فيه كيف الأبواء يعني تبويب الكتب الفهرسة لأن هي كانت بقصد أي شخص بده بحث من تاريخ الأردن بيروح على هاي المكتبة للبحث للبحث العلمي وإنتوا هديتوا المكتبة كل هالمحتويات أمانة عمان لحتى تكون مكان للبحث وللاطلاع لأي أردني نعم هل لقيت إنه مبواب ومفهرس هاللناس على اطلاع ومعارف اللي موجودين حاليا بصراحة أنا لما شفتها لسه هم يعني لسه ما ترتبت وهي يعني فيه بدون أي ترتيب لسه مش كاملة لما سألت فيه يعني صبايا بيشتغلوا هناك قالوا لسه مش كاملة بس هي الموقع أهم إشي لا يوجد مرافق صحية ولا يوجد يعني إذا إحنا كلنا نعمل إشهار كتب مش بس إحنا يعني فيه ناس كثير اجتماعات ندوات لا يوجد مكان لا تليخ وتبعد مسافة طويلة من الشارع يعني كبار السن صعب إنهم يصلوا لها الشارع لبينما يصلها بينما المكان القديم كان جدا مناسب وتم يعني في المكان القديم إذا بتسمحي لي هاي هون في يعني في ذكرى ميلاد الملك الباني الحسين بن طلال دعوتكم المكتبة لحضور لحضور هاي بطاقة الدعوة هي كانت بقاطاقات دعوة نعم وهاي بطاقة دعوة ثانية وهاي بطاقات دعوة وأمانة عمان مشكورة قامت بإعادة طباعة 15 كتاب لا لا أمانة عمان ساهمت بإعادة طباعة أربع أو خمس كتب احنا أولاد سليمان الموسى يعني بمساعدة عدد من المثقفين وبرئاسة الدكتور علي محافظة المؤرخ الأردني أطال الله في عمره تم تشكيل لجنة لإعادة طباعة الأعمال الكاملة وإحنا نجحنا بإعادة طباعة 16 كتاب من كتب الوالد بينما في كتب كثيرة لم يتم إعادة طباعتها مثل هدول واحد من الكتب لنجحنا في إعادة طباعته أعلام من الأردن هذا الكتاب مهم جدا لأنه يتحدث عن ثلاث رؤساء وزراء سابقين هزاع المجالي وصف التل سليمان النابلسي ورحم الله الشهداء واليوم تصادف ذكرى وفاة أو اكتيال الشهيد وصف التل فالوالد وثق يعني الوالد كتب بالإضافة لتاريخ الأردن والثورة العربية الكبرى كتب عن مجاهدين وأبطال ورؤساء وزراء هذا كتاب ثاني غير موجود في الأسواق عن رؤساء وزراء اثنين توفيق أبو الهدى وسعيد المفتي فيوجد كتب كثيرة لم نتمكن من إعادة نشرها شيء محزن أنه تغلق هاي المكتبة ويتم الاستهتار بمحتوياتها وتوضع في مكان غير لائق بتاريخ الأردن وبهذا المؤرخ اللي قضى حياته إخلاصاً ووفاءاً للأردن وبكل أمانة وصدق وثق تاريخ الأردن يعني أي أردني بده يتوجه له هاي المكتبة هلأ ما عادش يقدر يتوجه لها بسبب إغلاقها فشو مطالبكم؟ احنا مطالبنا أن المكان اللي اختارته الأمانة عمان غير مناسب إطلاقاً ولا يوجد مبرر لإغلاق المكتبة اللي كانت قائمة وكانت ممتازة وبالعكس نطالب بإعادة إلى الموقع القديم الأصلي الذي هو موثق بالكتب يعني في هذه الكتب لما تم إعادة طباعتها تم كتابة أنه تم افتتاح مكتبة سليمان الموسى المتخصصة بتاريخ الأردن فهلأ يعني من المخجل أنه نكتب أنه تم إلغاء المكتبة أو نقلها نعم للأردن للبحث عن تاريخه وتوثيق هذا التاريخ الصادق شكراً إلك المهندس سوهيل الموسى ونتمنى أنه بالفعل ترجع هاي المكتبة لمكانتها زي ما تصممت في البداية شكراً شكراً إليك شكراً نتمنى أنه المسؤولين يعني يصل تصل وجهة النظر للمسؤولين شكراً